بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني عشر من الدرس الثالث نكمل فيه بعض المسائل على جامع وطرح المصفوفات في البداية المطلوب حساب 2B-C ننظر في البداية إلى إمكانية إقراء هذه العملية في البداية نعلم أن شرط جامع وطرح المصفوفات أن ترساوى الأبعاد المصفوفة B عندنا ذات أبعاد 2 في 2 بينما المصفوفة C ذات أبعاد 2 في 3 وهنا نظرا لاختلاف الأبعاد فلا يمكن إجراء هذه العملية لماذا؟ لاختلاف أبعاد المصفوفتين لأنه حتى نجمع أو نطرح مصفوفتين لابد من تساوي الأبعاد فهذه العملية غير ممكنة العملية الأخرى 4E-2D المصفوفة E ذات أبعاد 3 في 3 وD ذات أبعاد 3 في 3 إذن فإنه يمكن إجراء هذه العملية في البداية نضرب المصفوفة E في 4 ثم نطرح 2 مضروبة في المصفوفة D أربعة وعشرين ناقص أثنين أربعة ناقص أشرة سالب ستة أتناشر ناقص أربعة تمانية سالب أربعة موجب أثنين سالب أثنين أربعة ناقص صفر أربعة تمانية ناقص أثنين ستة ستاشر ناقص ستة عشرة أربعة ناقص أربعة صفر اتناشر ناقص أربعة ناقص تمانية أربعة موسيقى